اشتركوا في القناة تكون سيناء بوابة مصر الاقتصادية على العالم وده اللي عنا عرفه من دفنة اللي بنوارنا النهاردة في الستوديو دكتور مختار غباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية صباح لوارد الحضراتك أهلاً صباح الخير عليك وعلى مشاهديك أهلاً حضراتك طبعاً أي محافظة بيقوم فيها مشروعات قومية لازم بتكون بتمتلك مقاومات اي مقاومات سيناء اللي تخليها ان احنا نقدر نقيم فيها يعني مشروعات قومية يعني انت بتتحدثي عن شبه جزيرة سيناء الرقعة الأهم ربما في الدولة المصرية بكاملة بتتحدثي عن منطقة بتضم في طياطها أو في داخلها نهضة سياحية كبيرة مشرح سياحية ضخمة شرم الشيخ والسياحة الشاطئية الخاصة بها مهبط مهم جداً لكثير من المؤتمرات على نطاق الدولة والنطاق الاقليمي اخرها مؤتمر المناخ اللي لحد كبير جداً لعب الدور كبير جداً في نجاح هذا المؤتمر بموقحها وجواها وبآليات التعامل مع زوار هذه المنطقة بتتحدثي عن شبه جزيرة سيناء بتضم في طياطها مناطق روحانية ضد طبيعة دينية بحتة دير سانت كاترين وهو وكهة سياحية مهمة جداً بنتحدث عن جبل موسى وكهة سياحية في غاية الأهمية فلما بتحدثي عن شبه جزيرة سيناء بتتحدثي عن المنطقة اللي في داخلها كثير جداً من المعادن الطبيعية فهمنا الممكن انك انت تخلقي من خلالها مشاريع اقتصادية واستثمارية هناك مشروع ضخم لانتاج الرخام هناك مشروع ضخم للرمل الزجاجي وبيلعب دور كبير جداً في آليات تصديره إلى الخارج هناك مشروع أسمنت مصنع أسمنت كامل متكامل شبه جزيرة سيناء بتلعب دور كبير جداً في التكامل ما بين مصر والأردن والمملكة العربية السعودية فيما يسمى بمشروع نيوم فده مشروع ضخم وحجم استثماراته إلى حد كبير جداً ضخم ويخلق شكل من الأشكال التكامل ما بين مصر وما بين السعودية وما بين الأردن في هذا النطاق شبه جزيرة سيناء هي دولة عزيزة علينا خضنا بسببها حروب كثيرة وأخذناها بحرب ب73 وأخذناها بنطاق مفاوضات وأخذناها بحكم محكمة دولية خصوص قضية طابة فشبه جزيرة سيناء انفقت عليها في خلال الست سنوات السابقة على هذا التاريخ في حدود 600 مليار جنيه لمشاريع استثمارية إصلاح طرق شبكة طرق متواصلة ما بين شمال وجنوب ووسط شبه جزيرة سيناء فأنت بتكلمي على بقع عزيزة علينا طبيعي جداً أن يكون هناك اهتمام كبير جداً للدولة فيها طب خليني أتكلم عن أهم المشاريع اللي بتقام في سيناء بالتفصيل يعني خليني أقولك أنا من وكهة نظري شبه جزيرة سيناء فيها الجزء الأهم وهي الوكهة السياحية يعني أنا شرم الشير كوكهة سياحية وكوكهة لانعقاد الكثير جداً من المؤتمرات وتحولها المحافظة قدراء طبعاً صحيح فهدية يعني لوحدها إلى حد كبير جداً بتقدي إلى عملية زخم كبير على نطاق الدولة وكوب 27 ده تتكلمي في الـ93 دولة اللي جولك بممثلينهم بخبراءهم بشبابهم وكانت يعني عملت على مدار حوالي عشرين يوم كانوا إلى حد كبير جداً مهمين أنا متصور أنه جمعة الملك سلمان التي أنشئت وهي جمعة تكاملية أنشئت في شبه جزيرة سيناء بجانب مدينة سكنية بس قبل ما أروح للجمعة ما ينفعش فعلاً ما نتكلمش عن سياحة المؤتمرات اللي اعتمدنا عليها بشكل كبير جداً في شرم الشيخ تأثيرها علينا إيه؟ لا تأثيرها سياحة المؤتمرات بالنسبة لك سفرة يعني بيأتوك من الخارج وإلى حد كبير جداً بينقلوا وكهة اللي شافوه في داخل دولهم بتشوف من خلال سياحة المؤتمرات تبادل كثير جداً من الوفود الشبابية فيها ما يسمى بالسياحة الشاطئية أو الشرطر أنه ممكن يقضي قضي يوم في شرم الشيخ ويرجع تاني وده بيأدي إلى عملية فتح آفاق عمالة بإشغالات فندقية أحياناً بتصل لنسبة 100% ونسبة 90% شبه جزيرة سيناء كمان موقحة أو شرم الشيخ وموقحها المهم كحلقة وصل بين الشرق والغرب هي تعتبر طبع قارة أسيا وهي حلقة وصل ما بين قارة أسيا وقارة أفريقيا الجزء اللي عندنا إحنا في داخل القاهرة فهو شكل تكاملي في نطاق السياحة مهمة جداً وإنت عند قطاع السياحة من القطاعات المهمة جداً بالنسبة للاقتصاد المصري يعني الاقتصاد المصري بيعتمد على داخل قناة السويس وتحولات المصريين في الخارج وقطاع السياحة كقطاع أساسي بعيداً عن التصدير والإستراض باعتبار أن الفجوة ما بينهم ما زالت كبيرة لكن قطاع السياحة وتنمية قطاع السياحة لأ أنت عايزة في وقت من الأوقات أو بتطمعي في وقت من الأوقات أن يجي لك 30 مليون و40 مليون سايح مش في السياحة الشاطئية بس في السياحة الشاطئية وإنت بتمتلك تلت أثار العالم يجو شرم الشيخ ويطلعوا من شرم الشيخ على اللقصر ويجو من اللقصر على القاهرة وغيرهم مثل هذه الأمور فسياحة المؤتمرات والسياحة الشاطئية والسياحة اليومية أو ما يسمى بالشرطر أو أنها تكون وجهة سياحية بشكل عام مصايف للأجانب يقدر يؤدوا فيها وقت كويس خصوصاً في أوقات الشتاء هو العملة الصعبة طبعاً طبعاً وبتوفر جزء مهم جداً من العملة الصعبة اللي إلى حد كبير جداً بيدخف الاقتصاد فيشكل لك زيادة وانت في أمس الحاجة إليها في هذا التوفيق خلينا نرجع لكلامنا بكلامنا على المشروعات المقامة في سيناء وكونا بنتكلم على جامعة الملك سلماندة يعني جامعة الملك سلماندة ده إحدى المشاريع التكاملية بينك وبين المملكة العربية السعودية لكن أنا من وجهة نظري أنه شبكة الطرق ووسط لشبه جزيرة سيناء بالكامل شمال ووسط وجنوب والأربع عنفاء اللي أضيفوا إلى النفق بتاع الشهيد أحمد حمدي فعمل عملية يسر لحلقة الوصل ما بين شبه جزيرة سيناء وما بين الداخل المصر ودي كانت مسألة مهمة جداً على فكرة الجزء الثاني وده جزء مهم جداً أنه بدأ هناك يكونوا اهتمام بالدولة بإقامة مشاريع اقتصادية واستثمارية في ربوع شبه جزيرة سيناء وأنا أشرت معاك إلى مصنع الأسمنت أشرت معاك إلى مصنع رخام الجلالة أشرت معاك إلى رمال الزجاجية وده إلى حد كبير جداً سيناء بتتمتع بها بدرجة كبيرة فأنا متصور أن المشاريع الاقتصادية وأنا قبل ما جيلك مباشرة أنا قاري تأقرير أصدرته اللي هي العمل للإستعلامات وأن الدولة أنفقت في حدودة 600 مليار جنيه أو 612 مليار جنيه على مدار 6 سنوات بس ده كبناء بنية تحتية لشبه جزيرة سيناء الأمر الثاني وده أمر مهم جداً أن كنت عززتي من إدماج بدو سيناء مع الدولة المصرية لأن بدو سيناء وعرب الصحراء ده الجزئين مهمين جداً ضمن منظومة أمنق القوم بدو سيناء عايشين فيها على مدار عقود وعلى مدار سنوات طويلة الدولة أصدرت قانون يتيح ليهم فرصة وضع اليد وتملك الأراضي وده إلى حد كبير جداً إددت لهم شكل من أشكال الأرياحية الجزء الثاني وده جزء مهم جداً أنه فتحت الدولة لشباب بدو سيناء بالدخول داخل الكليات العسكرية وده كان الأمر إلى حد كبير جداً عليه بعض التحفزات خلال الفترة السابقة وده لا يقل أهمية على فكرة عن المشاريع الاقتصادية والاستثمارية يعني أنك أنت بتعملي عملية تواصل ولحمة مهمة جداً ما بين الدولة بمؤسستها وما بين المواطن اللي بيعيش داخل رقعة هذه الأرض من خلال المشاريع من خلال الطرق من خلال إدماجه أنه يعتبر جزء مهم جداً من الوطن أنك أنت بتديله قانون تديله حق التملك لبعض الأراضي وده كانت بتشكل مشكلة كبيرة جداً لبدو سيناء بالذات وكانت محل شكوى دائمة منهم وأنا متصور أن اهتمام الدولة بشبه جزيرة سيناء لا يقل اهتماماً عن أي رقعة في الداخل المصري باعتبار أن تعمير وتنمية شبه جزيرة سيناء وأن كنت تعملي من خلالها نقلة حضرية خصوصاً في ظل الصراع المقيت المميت اللي احنا بنتابعه كلنا في قطاع غزة فتنمية شبه جزيرة سيناء وأنها تكون محطة مهمة جداً للعمالة والتوطين المواطنين فيها فدي بتبقى حاجة كويسة فعلاً لازم نتكلم عن توطين المواطنين التنمية السكنية هناك يعني احنا سمعين أنه في العريش دلوقتي بيقاموا حدثة سكنية كتير وأنه عادي نقدر نعيش فيها وعايزين نتكلم على النقطة دي تحديداً ده هناك مدن انشأت وتجمعات سكنية كبيرة جداً انشأت إذا كنت بتكلمني عنه في العريش أو بتكلمني في رفح مش عايز أخذك للجنوب سيناء باعتبار أن الجنوب سيناء هو في الأصل منطقة سياحية فهو يعني فيه هناك اهتمام بالغ بتنمية هذه المنطقة لكن يمكن شمال سيناء وشمال سيناء عانت فترة طويلة جداً من مسألة مكافحة الإرهاب اللي الدولة خاضت فيها حروب على مدار سنوات ليست قليلة وإلى حد كبير جداً بحكم هذه الحروب كان هناك شكل من أشكال تجميد الحياة في شمال سيناء بعد انتهاء هذا الأمر بدأ يكون هناك اهتمام كبير جداً من الدولة بمنطقة العريش ورفح وغيره من المناطق شخزويد وغيره من المناطق الموجودة في شمال سيناء وأنا متصور أن الطبيعة الجغرافية لهذه المنطقة وحساسية هذه المنطقة كمان على فكرة يعني هناك أنت عندك بعدين البعد الاستثماري والاقتصادي اللي الدولة مهتمة به والبعد الخاص بالأمن القومي اللي الدولة لابد أن تكون محطة أنظرها ومهتمية به من خلال توصيع نطاق التجمعات السكانية اللي بتتواجد داخل هذه المنطقة وإن كنت تعملي ما بين هذه التجمعات السكانية مشاريع اقتصادية عشان تخلق فرص عمالة للشباب والأهالين من بدو سيناء في هذه المنطقة وتعمل عملية وصل ما بين شمال سيناء وجنوب سيناء ووسط سيناء من خلال الشكل التكاملي هنا مشاريع اقتصادية واستثمارية وحلقة سكانية هنا مشاريع اقتصادية وصناعية هنا بتبقى مشاريع سياحية تستطيع إن كنت تستخدميها تبتعملي هذه الثلاثية في هذه المنطقة إلى حد كبير جدا وبتضيف ليك رقعة مهمة جدا وشكل من أشكال الاهتمام من الدولة بها تب خلينا نتكلم على نقطة تانية وهي إمكانية ربط سيناء بمنطقة شرق الدلتا زي ده ممكن يحصل منطقة ربط سيناء بمنطقة شرق الدلتا أنا أخدتك إلى مسألة الأنفاق وإنه كان حتى مسألة ذهابك إلى شبه جزيرة سيناء في وقت من الأوقات من خلال نفق واحد ونفق شهد أحمد حمد النهاردة بقى عندك أربع أنفاق بجانب هذا النفاق فأضيفت ليكي سهولة وإمكانية والخمس أنفاق دولة جمع على مدار شطول الشريط الحدودي ما بين شرق وغرب القناة مدينة السويس والإسماعيلية وبرصعية في هذا الشريط وده بيعمل عملية سيولة ويسر ما بين ذهاب المواطن من الدلتا إلى شبه جزيرة سيناء بدرجة كبيرة وبدرجة ميسارة الأمر الثاني وده أمر مهم جدا أنك أنت وإنت بتعملي مشاريع سياحية في شبه جزيرة سيناء ككنوب سيناء أو بتعملي مشاريع اقتصادية واسطسمرية فبتعملي عملية جازب للعمالة من الدلتا إلى شبه جزيرة سيناء فبتدارك تعملي تجمعات سكانية وعملية توطين لهؤلاء الشباب فأنا أعرف شخصيا كثير جدا من الشباب اللي بدأوا يشتغلوا هناك فبدأوا يتنقلوا كحياة معاشية كاملة بأزواقهم وأولادهم إلى هذه المنطقة فبتعملي عملية انتشار بشري في شبه جزيرة سيناء ودي مسألة مهمة جدا وللغاية من وكهة نظري خصوصا أن كنت بتكلمي عن رقعة كبيرة جدا تقريبا تكون جزء مهم جدا من الرقعة الكبيرة للمحيط المصري ككل فحلقة الوصل ما بين الدلتا وما بين شبه جزيرة سيناء أيضا أنا من وكهة نظري الدولة مهتمية به اتمام كبير وأنا متصور أن احنا عندنا مزيد من المشاريع والاستثمارات خلال المرحلة القادمة وما بين الجانبين لأنك أنت عايزة تعمل عملية تفريغ للتجمعات والتكدسات السكانية في الكثير جدا خصوصا في بحر وقبلي وتبدأ تنقلي جزء من هذا في شبه جزيرة سيناء تستغليهم في المشاريع الاقتصادية والاستثمارية بمناسبة المشاريع خلينا نتكلم عن إمكانية تأسيس مشاريع للمساهمة في استغلال الطاقة البشرية وتحقيق تنمية المستدامة خلينا نتكلم على ده أكتر شوفي مسألة التنمية البشرية وتحقيق التنمية المستدامة أنا عايز أقولك أنه شبه جزيرة سيناء احنا نسينا نقطة مهمة كمان مسألة محور قناة سويس المحور التاني لقناة سويس والمنطقة الصناعية والاقتصادية اللي موجودة في هذه المنطقة دي لازم نتكلم عليها بالتفصيل آه طبعا لأن دي جزء مهم جدا مكمل للإستثمارات والاقتصاد والصناعة اللي تتكلم عنه في شبه جزيرة السيناء خصوصا أن المحور التاني لقناة سويس ما بينه ما بين المحور القديم في حدود سبعة كيلو الجزء ده وده منطقة كبيرة أنت بتعملي من خلالها مشاريع اقتصادية كبيرة جدا خاصة بصناعة السفن خاصة بالصناعات المتوسطة والصناعات السقيلة فتحت بالنسبة لها مشاريع اقتصادية تعمل عملية جذب من الصناعات المتقدمة الموجودة في الخارج برمجيات الكمبيوتر الصناعات الرقمية بشكل كبير فعملت عملية تطوير وانت بعد المحور التاني لقناة السويس وقللت ساعات العبور وساعات الانتظار بالنسبة للصفن راحة جاية ارتفعت وطير الدخل لقناة السويس في آخر إحصائية لأكثر من عشرة مليار دولار وده نسبة كبيرة جدا وده خلاء لك مشاريع لوجستية اللي هي المشاريع اللي بتخدم على حركة نقل السفن وعبوره السفن من الشرق إلى الغرب أو من الشمال للجنوب ودي مسألة أنا متصور تكاملية مع حركة النهضة العمرانية وبناء البنية التحتية لشبه جزيرة سيناء لأن كنت بتاخد شبه جزيرة سيناء من وقت ما تعدي قناة السويس وتعدي هذه الأنفاء إلى هناك دخلت قريدي بتاخل شبه جزيرة سيناء وصولاً بقى إلى رفح والعريش وشرم الشيخ وطابة ودهب وغيره من هذه المناطق إلى حد كبير جداً بدأت تشكلك عمق مهم جداً لمشاريع الاقتصادية وعمق مهم جداً لأمنق القومي وهناك اهتمام بالغ من وجهة نظري من الدولة المصرية ليه وزاد هذا الاهتمام بطرقة كبيرة جداً خصوصاً بعد إرهاصات هذه المواكهة المقيتة المميتة اللي احنا بنتبعها وحديث إسرائيلي عن تهجير إخواننا من الفلسطينيين إلى شبه جزيرة سيناء واستوطانهم فيها وغيره كرام المرفوض طيب خلينا نرجع لاستغلال الطاقات البشرية النقطة اللي كنا بنتكلم شوف استغلال الطاقات البشرية طبعاً سهلة لأن كنت طالما بتعملي مشاريع اقتصادية وطالما بتعملي مشاريع استثمارية وبتستغلي الصروات الطبيعية الموجودة في باطن الأرض اللي شبه جزيرة سيناء يبنت بتخلقي طاقة عمل أو أبواب عمل للكثير جداً من الشباب خصوصاً بدو سيناء والشباب حتى من الدلتا اللي كنت تكلمي عن بحر وقبل لأنه هو الشاب في الأول وفي الآخر خصوصاً اللي بيبحث عن هجرة غير شرعية أو بيبحث عن السفر للغارج لما بيحس أو يستشعر أن هناك فرصة عمل متاحة وأن الفرصة دي ميسرة وأنها بقيمة مالية تستطيع من خلالها أنه هو يعيش أو يتزوج أو يخلق يعني حياة وأسرة حالياً يسيب بلد وساعدها على طول هيتنقل إلى هناك وأنا أعرف شباب كتير جداً حالياً شغالين في طابة وشغالين في شرم الشيخ وشغالين في تهب وشغالين في نواب لأنه هناك حياة هناك حياة بالتأكيد فإن كنت تستغلي طاقة الشباب وإن كنت تعمل شكل من أشكال التنمية بتنوعاتها بقى المختلفة خديها بقى بتنوعات الزراعية بالتنوعات الصناعية بالتنوعات التكاملية بالشكل التعليمي إن كنت أنشأت جامعات بتخصصات مختلفة وتخصصات معنية بتعمير السحراء وامتداد الرقعة العمرانية وغيره ده لحد كبير جداً بتعملك عملية جذب للكثير جداً من الشباب من الدلتة إلى شفى جزيرة سيناء خلينا نتكلم عن الانسهار اللي حصل لبدو سيناء في المجتمع المصري لازم نتكلم عن النقطة دي وأهميتها شوفي أنت عندك جزئي تين مهمتين بالنسبة لمصر كدولة بشكل عام بدو سيناء وعرب الصحراء كل الأمرين لهم أهمية بالغة لأن أهميتهم البالغة خلي بالك بدو سيناء وعرب الصحراء يعني رحالة فهم بيبقوا أكتر ناس عارفين بالأرض والحياة فيها ولما بتكلم عن بدو سيناء أنا بتصور أن حلقة الوصل ما بينهم يعني هما جزء مكمل لآليات قواتنا المسلحة وآليات انتشارها داخل شفى جزيرة سيناء بدرجة كبيرة جداً الأمر الثاني وده أمر مهم جداً أنك أنت لما أصدرت قانون آخرهم قانون تقريباً 127 سنة 2020 الخاص بتملك الأراضي بالنسبة للوضع اليد أو غيره صحيح هناك إجراءات إدارية بالتم من خلال موافقة وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية أو المخابرات أو غيره لكن أنت فتحت الفرصة دي فأنت عملت منفس مهم جداً لأهالي شفى جزيرة سيناء لأنك أنت البدو موجودين في أراضي عاشوا فيها على مدار أكتر من 100 سنة وإلى حد كبير جداً هذه الأراضي لم يكن يتملكوها فإنك أنت فتحت ده يعني أنت عملت عملية إدماج ليهم وعملت عملية تواصل ليهم مع مؤسسات الدولة وإدارات الدولة الجزء الثاني وده جزء مهم جداً وأنا متصور لعب نقلة مهمة جداً في مسألة إدماج بدو سيناء مع الدولة بشكل عام مسألة شباب هؤلاء البدو في دخولهم إلى الكليات العسكرية كان لغاية فترة قريبة بتقدريش تدخلي أي حد فيهم كليات عسكرية إذا كانت شراطية أو غيره النهاردة أنت فتحت هذا الباب ودتي هذا الأمل لهم فإلى حد كبير جداً عملت عملية إدماج فعندك إدماج من خلال تملك الأراضي خصوصاً اللي بيعيشوا عليها واللي عايشوا عليها عقود طويلة جداً وطورصوها أبضع جداً ولم تكن هذه الأراضي مملكة لهم جزء الثاني عملت عملية إدماج لشباب هؤلاء البدو في مسألة دخولهم إلى الكليات كان إلى حد كبير جداً عندهم عوائق في الدخول إلى يام الجزء الثالث إن خلقت لهم نهضة عمرانية كبيرة جداً لا تقل عن النهضة العمرانية الموجودة في الدلتا أنت الأول كنت بتهتم بالدلتا من خلال المشاريع الاقتصادية أو الصناعية أو غيره تنقل هذا الاهتمام إلى شبه جزيرة سيناء من خلال حركة وعمل أهلنا من البدو آه طبعاً عملت عملية إدماج وعملت تواصل مجتمعي إلى حد كبير جداً مهم وأنا متصور ده بيكون إضافة مش إضافة للاقتصاد أو إضافة للاستثمار أو إضافة للصناعة أو التجارة أو غيره ده إضافة لمنظومة أمنك القومي اللي أنت عايزة تعملي عملية يعني لحمة طبيعية كبيرة ما بين بدو سيناء وعرب السحراء وأهالة دلتا شارق وبحر طب دول المشروعات القومية عموماً في سيناء وانعكسها على قوة الاقتصاد المصري طبعاً يعني أكيد هيكون فيه مردود جبار أو فيه أورادي مردود جبار فحكينا عنه شوفي هقولك حاجة المشاريع الاقتصادية أو الإضافة لما تخلق أنا من وقعة نظري أهم ما فيها أنك أنت بتفتح فرصة عمل يعني أنت بتتيحي فرصة عمل للشباب للشباب يعني ده عنصر مهم جداً بصرف النظر عن إضافة المشاريع دي للاقتصاد المصري أو أنها تعزز هذا الاقتصاد الجزء الثاني أنك أنت بتضيفي وثيرة أخرى أو رافض آخر من روافض الاقتصاد المصر وأنا حدستك عن تحولات المصريين أو قناة السويس أو السياح لما بتضيفي شكل من أشكال المشاريع الاقتصادية يبقى أنت بتخدي جزء هتخدي تصدريء إلى الخارج أنت عندك 55 دولة على مستوى القارة الأفريقية أنت عنصر مهم جداً وأساسي فيهم وأبواب وأسواق مفتوحة تتصابق على القوى الإقليمية والقوى الدولية اعملي مشاريع اقتصادية وصدري ده إلى الخارج وإلى حد كبير جداً من الممكن أن كنت تتميزي في منتج من المنتجات دي على سبيل المثال الرمال الزجاجية الرمال الزجاجية إحنا في وقت من الوقت كنا بتصدر الرمال كده بشكلها ونبدأ إحنا تتصنع برا ونستورد الزجاج النهاردة أنت لما تاخد الرمال ديت وتبدأ تصنعيها عندك محتاجش أستورد حاجة مش هتقدري وهتضيف لنفسك وتوفري جزء من هذه العملة اللي أنت كنت بتحتاجيها وانت بتستوردي الزجاج وبتخلقي لنفسك جزء وإضافة من المشاريع الاقتصادية والاستثمارية اللي بتستوعب جزء كبير جداً من العمالة المصرية المهنية الموجودة في الداخل أيضاً من شيفي جزيرة المشاريع التعليمية أو الجماعات التعليمية إحنا عندنا جامعة الملك سالمين الملك سالمين زي ما ذكرت عندنا جامعة سيناء وهي أنشئة قبل دا وإلى حد كبير جداً كانت إضافة لأهلينا في شيفي جزيرة سيناء فأنت بتخلق لنفسهم فرص تعليم من تعليم متوسط إلى تعليم عالي إلى حتى دراسات عليا داخل هذه الجماعات فعملت حركة تعليمية بجانب حركة التنمية بجانب المشاريع الاقتصادية والاستثمارية بجانب دمج هؤلاء فأصبحتيش مفيش فرق بين بدو سيناء وأهالي الدلتة وعرب الصحراء أنت عملت إدماج لكل أطياف الشعب المصري صحيح أنا الحقيقة بشكر حركك شكراً جزيلاً حركنا وغيرتنا وزدتنا معلومات جميلة عن سيناء شكرك شكراً جزيلاً دكتور مختار غباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية شكراً جزيلاً مشاهدينا خلصت فقرتنا الأولى فاصل صغير ونرجع لكم بتاني فقراتنا ستنوني